بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله الله مغفرنا ودوال ديننا والشيخين والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى المتن يرجح النهي على الأمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ما بعد فإتماما لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المرجحات فإن المصنف لما ذكر التعارض وأنه لا يمكن وجوده بين الأدلة في حقيقة الأمر وإنما يكون وجوده في ذهن المجتهد فحسب وأما في حقيقة الأمر فإنه من المحال كما هو منصوص أحمد وعليه عامة أصحابه أن يوجد التعارض وإنما هو موجود في ذهن المجتهد إما بسبب قصور في التصور أو بسبب قصور في العلم فالتصور بأن لا يكون فهمه للنص كاملا والقصور في العلم بأن يخفى عليه دليل أو يخفى عليه قادح يكون مؤثرا في هذا الحكم فعلى فرض وجود هذا التعارض في ذهن المجتهد فقد أورد المصنف عددا من المرجحات وقسم هذه المرجحات إلى قسمين مرجحات بين الأدلة النقلية ومرجحات بين الأدلة القياسية وأغفل الحديث عن المرجحات بين الأدلة القياسية والنقلية أي إذا تعارض نقلي مع قياسي فأيهما يقدم وسبب تركه ذاك أن الأصل أن الدليل النقلية في الغالب مقدم على الدليل القياسي إلا في استثناءة معينة والترجيح بين الأدلة النقلية قسمها المصنف إلى أربعة أنواع ترجيح بينها باعتبار السند وأنهيناه وبقي عندنا الترجيح باعتبار المتن والترجيح باعتبار المدلون والترجيح باعتبار أمر خارج فقال المصنف المتن يعني أنه يرجح باعتبار المتن والمراد بالمتن هو النص والصيغة واللفظ الذي جاء به الخبر والعلماء رحيمهم الله تعالى يقولون إن المتن هنا إنما يرجح بين الأحاديث وأما كلام الله عز وجل فالأصل أن كثيرا من هذه القواعد لا تدخل فيه وقوله يرجح أن يقدم أحد الدليلين على الآخر كما تقدم أي أحد طريقي الاستدلال قال النهي على الأمر هذا المرجح الأول من مرجحات المتن فلو فرض أن حديثين أو دليلين نقليين تعارضا أحدهما دل على النهي عن حكم والآخر دل على الأمر به فأي الدليلين يقدم إذا لم يمكن الجمع بينهما فقالوا يقدم أن الدليل الدال على النهي على الدليل الدال على الأمر فيقدم على الدليل الدال على الأمر وهذا ما ذكره المصنف وجزم به وبالمفله لم يحكي فيه خلافا في المذهب أنه دائما يقدم النهي على الأمر وسيأتي التعليل أن الأصل النهي هو الأحوط بالامتناء نعم والمختار الآمر على المبيح نعم هذه القاعدة الثانية وهو أنه يقدم الدليل الآمر على الدليل المبيح وعبر المصنف بالمختار أي أن هذا هو اختياره هو فدلنا ذلك على أن في المسألة خلافا وهو كما قال المصنف فإن في المسألة قولين القول الأول ما ذكره المصنف وسماه المختار بأن الدليل الآمر تقدم دلالته على الدليل المبيح فلو تعارض دليلان أحدهما يأمر بفعل والآخر يبيحه نقول يقدم الدليل الآمر على الدليل المبيح وهذا الذي جزم به المصنف وأكثر المتأخرين منهم الجراعي والمرادي والمرداوي ويوسف بن عبد الهادي بل إن ابن النجار نسبه لأكثر أهل العلم بينما القول الثاني الذي يقابل المختار وهو تقديم الحديث النص المبيح على النص الآمر تقديم المبيح على الآمر وهذا هو قول بن حمدان صاحب الرعاية في كتابه المقنع وقد وافق في ذلك الآمدي ونسبه بمفلح لبعض أصحاب الإمام أحمد وينبني على تقديم الآمر على المبيح أو على القول المقابل وهو تقديم المبيح على الآمر أنه إذا تعارض نهي ومبيح فإن قلنا إن الآمر يقدم على المبيح فإننا نقول إن النهي أو الناهي مقدم على المبيح كذلك فإنه يكون مقدما كذلك والعكس بالعكس طبعا قبل أن أذكر هنا بالنسبة لقواعد الترجيح المفروض أني أذكرها في البداية لكني نسيتها أن قواعد الترجيح كثيرة جدا وكثير من أهل العلم عندما يرد عددا من قواعد الترجيح ويقول وهناك غيرها مما لا يمكن استيعابه فأنا أريد أن أصل لثلاثة أشياء الأمر الأول أن قواعد الترجيح كثيرة حتى إن حصر جميع القواعد والأمارات التي يرجح بها مما يصعب وسيأتنا ذلك في آخر الباب بس خشية نسيانه أنبه عليه الآن الأمر الثاني أن هذه القواعد قد تتعارض بمعنى أن قاعدة تدل على ترجيح دليل وقاعدة أخرى أو قرينة أخرى تدل على ترجيح الدليل الآخر فحينئذ يأتي نظر المجتهد في الترجيح بين المرجحات إما كثرة أو قوة وسيأتي الإشارة لبعضها نعم يعني هذه أهم الأمور المتعلقة بهذه المسألة والأقل احتمالا على الأكثر نعم هذه المسألة من القواعد المهمة التي سدل بها جماعة من أصحاب أحمد وفرعوا عليها قواعد يقول لو تعارض نصان كان دلالة لفظ أحد النصين يدل على احتمالات متعددة والآخر يدل على احتمالات أكثر من الاحتمالات التي يدل عليها النص الأول فإن المتن الذي يحتمل احتمالات في فهم لفظه أقل يكون مقدما على المتن الآخر الذي يكون لفظه يحتمل دلالات أكثر وهذا المرجح جزم به جماعة من أصحاب أحمد منهم القاضي وتلامذته كابن البنى وابن عقيل وغيرهم ولم يحكي فيه بالمفلح خلافا لكن ينبني على هذا المرجح أنهم يقولون إن اللفظ المشترك إذا وجد لفظ مشترك في نصين فكان أحد اللفظين المشتركين يدل على معاني أقل وأما اللفظ الثاني فيدل على معاني أكثر الأمر الثاني أنهم قالوا إن اللفظ إذا كانت دلالته ظاهرة ظاهرة في الاستعمال فإنها تقدم على اللفظ الذي لم تظهر دلالته في الاستعمال فتكون احتمال ليس باعتبار التعدد وإنما الاحتمال باعتبار الظهور إذن فقول المصنف والأقل احتمالا يشمل أقل احتمالا باعتبار تعدد المدلول كاللفظ المشترك ويشمل كذلك الأقل احتمالا باعتبار الظهور فيما لو كان اللفظ ظاهرا ويقابل الظاهر النص نعم والحقيقة على المجاز قال والحقيقة على المجاز أي ويقدم إذا تعرض لفظان أو حديثان وكان أحد الحديثين دال لكن اللفظ الذي فيه حقيقة والآخر اللفظ الذي فيه مجاز فإنه يقدم الحقيقة على المجاز نعم والنص على الظاهر نعم قوله والنص على الظاهر يعني لو أن نصين تعارض وكان أحد النصين نصا في الدلالة على الحكم ومر معنا أن المراد بالنص والذي لا يحتمل معنا آخر بل إن دلالته على المعنى صريحة وليست من باب الظاهر ولا من باب المؤول وإنما هو من باب الصريح فيه كألفاظ الأعداد والألقاب فإنها نص فيه في مقابل الظاهر الذي يحتمل معنيين في المعنى الراجح منهما يكون ظاهرا فيقدم النص على الظاهر ومفهوم الموافقة على المخالفة نعم قوله ومفهوم الموافقة على المخالفة بمعنى أن نصين إذا تعارضا وكانت دلالة أحد النصين من باب مفهوم الموافقة والثاني من باب مفهوم المخالفة فإن النص الذي دلالته من باب مفهوم الموافقة أولى لأن مفهوم الموافقة أولى من جهتين الجهة الأولى أن بعض صوره تكون من باب المنطوق لا تكون من باب المفهوم والأمر الثاني أن الخلاف في حجيته أن الخلاف في حجية المخالفة مشهورة جدا بل إن بعضا من الفقهة كأصحاب بحنيفة أغلب أنواع مفهوم المخالفة كما مر معنا ينكرون الاحتجاج به فهو أقوى أي مفهوم الموافقة من جهتين من جهة الدلالة أنه ملحق بالنطق أحيانا ومن جهة الخلاف وعدم المخالفة في كثير من صور مفهوم الموافقة طبعا هذه الأمثلة التي أوردها العلماء رحمهم الله تعالى يعني قد يكون في كتب الأصول الأمثلة لها قليلة جدا والسبب في ذلك أنه قد يمثل لها بمثال ثم إن هذا المثال يأتي بعض أهل العلم ويقول إنه غير مقبول بناء على نفيه للتعارض ابتداءا يقول لا يوجد تعارض ابتداءا ثم ينفيه فيقول لا تعارض فلا نحتاج لهذا الترجيح فقد يكون قد رجح بهذه القواعد الدليل المرجوح على الدليل الراجح ولذلك أنا كما ذكرت في أول الكلام أن هذا التعارض إنما هو في ذهن المجتهد إذا تصور ذلك وإلا الأصل عدم وجود التعارض الأمر الثاني أن المعاصرون الحقيقة عنوا بقواعد التعارض والرسائل والبحوث المعاصرة التي كتبت في التعارض والترجيح والتمثيل لكل صورة من صور التعارض والترجيح متعددة حتى إن ما أعرف اسمه يجاوز عشرة أو عشرة بحوث وربما كان هناك غيرها من البحوث والدراسات وقد عنوا بذكر أمثلة قد يكون فيها أشكال في بعض أمثلتها المدلول يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد وأصحابه نعم هذا الأمر الثالث من الترجيحات العائدة لللفظ وهو دلالة المدلول وهو الترجيح باعتبار المدلول والمدلول هو ما يدل عليه اللفظ أي ما يدل عليه اللفظ فليس بذات اللفظ نطقه ولفظه وإنما هو بالمعنى الذي أدى إليه وذكر المصنف رحمه الله تعالى عدداً من الأمور التي يرجح بها المدلول فبدأ أولاً فقال الحظر على الإباحة عند أحمد وأصحابه بمعنى أنه لو تعارض نصان كان أحد النصين دالاً على الحظر والآخر يكون دالاً على الإباحة فإن أحمد في منصوصه وأصحابه يرون أن تقديم دليل الحظر على دليل الإباحة وأما أحمد فإن أحمد قال إذا اختلف الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ولم يعلم ناسخه فإننا نصير في ذلك إلى الذي هو أهنى وأهدى وأتقى فقول أحمد إنه يصار إلى الذي هو أهنى وأتقى المراد به الحظر لأنه هو الأتقى وهو الأحوط فلذلك أخذ نص أحمد من هذه المسألة وقد جزم على أنه منصوص أحمد أبو محمد التميمي وأبو الخطاب والقاضي وغيرهم وأغلب أصحاب أحمد بل كلهم ينصون على أن الحظر مقدم على الإباحة حتى المتقدم من أصحاب القاضي والقول الثاني هو الذي أورده مصنف لابن أبان المراد به عيسى بن أبان وبعض الشافعية يتساويان أي يتساوي الدليل الدال على الحظر والدليل الدال على الإباحة فيتساقطان فحينئذ يبحث عن مرجح أو يستمسك بدليل الإباحة الأصلية وهو العدم وهو العدم أي عدم التكاليف أو إباحة العادات من المعاقدات ونحوها نعم ويرجح الحظر على الندب نعم قوله ويرجح الحظر على الندب أي إذا كان مدلول الحديث الحظر يفيد الحظر وهو المنع فإنه والدليل الآخر يدل على الندب فإن دليل الحظر مقدم عليه وسكت المؤلف فيما لو كانت مدلول الحديثين أحدهما يدل على الحظر والثاني يدل على الوجوب وقد نص بمثلح أنه ملحق بهذه المسألة فسواء كان الدليل الثاني دالا على الندب أو دالا على الوجوب فإن الدليل الدال على الحظر مقدم عليه نعم والوجوب على الكراهة نعم قال والوجوب على الكراهة فيما لو تعارض الوجوب مع الكراهة قدم الوجوب لأن الأصل في الأدلة أو الأوامر أنها تدل على الوجوب وعن كيف يعني يتعارضان بأن تكون صيغة الوجوب الدليل الوجوب هي الصيغة التي لا تحتمل الندب أنا انتقلت للاتباعدها لكن مشكلة بأن يكون الصيغة صريحة جدا مثل لفظة الفرض ونحو ذلك مما مر معنا نعم قول المصنف والوجوب على الكراهة يعني لو دل دليلان أحدهما دال على الوجوب والآخر على الكراهة فإنه يقدم الوجوب لأن فيه تكليفا وأما الكراهة فلا تكليف فيها بخلاف لو تعارض الوجوب والحظر فإن الحظر مقدم عليه وهو التحريم ويرجح الوجوب على الندب نعم قال ويرجح الوجوب على الندب فيما لو تعارضا وذلك بأن يكون الوجوب دالا باللفظ الصريح الذي لا يحتمل التأويل ومر في كلام المصنف ما هي الألفاظ الصريحة التي لا تحتمل التأويل وقوله على فعله نعم وهذه من القواعد المطبقة كثيرا وثمرتها يمكن هي الأظهر في كتب الفقه وهي إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله وكان قوله دالا على حكم سواء كان دالا على وجوب أو على ندب أو على تحريم أو إباحة أو غير ذلك مع فعله الذي يدل على حكم آخر مهما كان الحكم المنذي يعارضه فأيهما يقدم المجزوم به عن أحمد وأصحابه وتقديم دلالة القول على الفعل لأن دلالة القول صريحة وأما دلالة الفعل فإنها ضعيفة لاحتمال التأويل وتأويلها من جهات إما لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل أو لأنه يكون واقعة عين والفعل لا عموم له أو لغير ذلك مما يحتمل التأويل وقد نص على ذلك أحمد فقد روى إسحاق ابن إبراهيم ويسمى ابن إبراهيم وإذا أطلق ابن إبراهيم فالمراد به ابن هانة لأن ابن هانة اثنان إسحاق وابنه إسحاق ابراهيم وابنه إسحاق فإذا أرادوا أن يفرقوا بين إسحاق وأبيه سموا إسحاق بابن إبراهيم وأما أبوه يقولون ابن هانة والمساء للمطبوعة هي للابن وهو إسحاق لا للأب إبراهيم لأن الأب متقدم أصحاب أحمد وذلك يقولون أنه من الرواية متقدمة رواية إبراهيم ابن هانة نعم جاء في مساء لإسحاق ابن إبراهيم ابن هانة المطبوعة أن أحمد قال آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر منه والأمر أوكد من الفعل فهو منصوص أحمد وقد جزم بذلك عامة أصحاب أحمد ولم يخالف في ذلك إلا بعضهم ولم يخالف في ذلك إلا بعضهم كأب الخطاب فإن أب الخطاب قال إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإنهما يستويان فيقدم المتأخر منهما وهذا القول الذي قال به أب الخطاب استنكره بعض محقق أصحاب أحمد فإن أب البركات ذكر أن هذا القول مغالاة من أبي الخطاب مغالا والصواب هو تقديم القول على الفعل نعم ابن عقيد ذكر قولا آخر وهو أن الفعل أولى ولكنه لم ينسبه لأحد من أصحاب أحمد وإنما قال فيها ثلاثة أقوال أنهما سوا أن الفعل أولى وأن القول أولى والذين قدموا الفعل قالوا لأنه لا يحتمل لا يحتمل تأويل اللفظ لكنه في الحقيقة يحتمل تحويل الحكم والمدلول نعم والمثبت على النافي نعم إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويان نعم يقول إذا تعارض مدلول نصيني أحدهما يدل على الإثبات والآخر يدل على النفي إما إثبات الحكم ونفيه أو إثبات الشرط ونفيه أو إثبات أي شيء آخر لا يلزم أن يكون نفيا لحكم بعينه وذلك لما عبرت بأنه عام في كل إثبات فإن هذا يشمل أمورا كثيرة حتى إن بعض أهل العلم أدخل في المثبت المثبت للوجوب وهكذا طيب قوله والمثبت على النافي هذا هو منصص أحمد فيما ناقل عنه أبو محمد التميمي والذي جزم به عامة أصحاب الإمام أحمد وصوبه الشيخ تقييدين وغيره وهذا الكلام الذي أوردوه حمله بعض محقق أصحاب الإمام أحمد على قيد أورده المصنف فقال إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم لا عدم العلم فيستويا يعني أنه إذا استند النفي في الحديث إلى علم بالعدم يعني يقين قوله علم بالعدم أي يقين بالعدم أي بعدم ثبوت الشرط أو عدم ثبوت الحكم أو عدم ثبوت الصفة ونحو ذلك فإنه حينئذ يقدم النافي لأنه مستند إلى علم لا عدم العلم أي لا يكون مستندا إلى عدم العلم لأن عدم العلم ليس علما بالعدم ليس لازما فبعض الناس يكونوا عالما بالعدم وبعض الناس يكونوا غير عالم بالمسألة ففرق بين الأمرين وهذه مشهورة جدا قال فيستويان حينئذ لأنهما يكونان متساوين في هذا الكلام هذا القيد الذي أورده المصنف الحقيقة أن أول من ذكره الفخر إسماعيل البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الجدل فإنه ذكر هذا التوجيه وهذا التوجيه وجه به ما نقله أو ما قاله القاضي أبو يعلى في كتاب الكفاية وقاله ابنه القاضي أبو حسين فإن أبا يعلى في الكفاية وابنه أبا الحسين القاضي أبا الحسين قال إن المثبت والنافي إذا تعارضا فهما سوا فجاء الفخر إسماعيل فقال إن كلامهما محمول على هذا القيد لا على الاختلاف وذلك فإن المصنف ذهب إلى ما ذهب إليه الفخر إسماعيل وغيره أنه ليس في المسألة خلاف على قولين في المذهب وإنما هو قول واحد ولكن الخلاف منزل على اختلاف الحال لا على خلاف حقيقي في الأقوال في هذه المسألة نعم والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر نعم قوله والناقل عن حكم الأصلي تعبير المصنف الناقل يعني أن الحكم أو أن الدليل إذا دل مدلوله على نقل عن حكم الأصل حكم الأصل عندنا أمرا حكم الأصل الذي هو العقل وهو البراءة من التكاليف وعدم الوجوب فيها وحكم الأصل في العادات الإباحة في العقود والأطعمة ونحوها هذا النوع الأول في حكم الأصل النوع الثاني في حكم الأصل حكم الأصل بمعنى العادة فما نقل عن العادة فإنه يكون مقدما على غيره أي على المثبت عن العادة الذي يثبت أو يقرر حكم العادة أو حكم الأصل الذي هو دليل العقل الأول لماذا قسمت حكم الأصل إلى هذين الأمرين لأن لو اكتفينا بالأول فقط لكان مشابها للمسألة السابقة أن الموجب مقدم على المبيح لأن الموجب ناقل للحكم عن الأصل وهكذا فالمقصود أن إذا ذكرناها بهذا المعنى أن الحكم الأصل يشمل الأمرين فإنه يكون أشمل ويدخل فيه قول المصنف على الأظهر هذا يدلنا على أن هذه المسألة فيها قولان وهذا القول الذي استظهره المصنف رحمه الله تعالى جزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد كأب الخطاب والموفق والشيخ تقي الدين والقطيع وغيرهم وغيرهم ويعني حكي في هذه المسألة خلافة المذهب نقله الطوفي في كتابه في تحسين والتقبيح وهو درء القول القبيح اسم الكتاب درء القول القبيح ويرجح طبعا أمثلتها كثيرة جدا يعني من أمثلة ذلك يعني مثلا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ورد في حديث بلال وغيره أنه صلى وورد من غير حديث بلال أنه لم يصلي فأيهما يقدم نقول أن ناقل عن العادة لأن العادة أن الإنسان إذا دخل لم يفعل شيئا فحينئذ نقول يقدم الناقل عن العادة هذا من باب تقديم الناقل عن العادة نعم ويرجح موجب الحد والحرية على نفيهما نعم هذه مسألتان وهي الترجيح بين مدلول النقلين فإذا كان مدلول أحد النقلين وجوب الحد والثاني يدل على نفي وجوب الحد فإنه يقدم فيما قدمه المصنف وجزم به تقديم الدليل الذي يثبت الحد على الدليل الذي ينفي الحد وهذا هو قول القاضي أبيع في كتاب الكفاية وقول بن عقيل والمصنف وقد سبق وقد تبع المصنف ابن مفلح في هذه المسألة يقابل هذا القول قول آخر وهو أن النافي للحد إذا دل دليل على نفي حد فإنه يقدم وهذا القول من سوب للشريف والحلواني وإذا أطلق الشريف عند الحنابلة فالغالب أنه يقصد به أبو جعفر ولا يقصد به عمه أبو علي وكلاهما ابن أبي موسى الهاشمي لكن إذا جمعا سمي الشريفان العم أبو علي صاحب الإرشاد وابن أخيه أبو جعفر وأبو جعفر من تلاميذ القاضي بل من أكبر تلاميذ القاضي لكن إذا أطلق الشريف فالغالب أن المقصود به الشريف أبو جعفر نعم فالشريف أبو جعفر والحلواني وغيرهم مالوا لهذا الرأي وهو الذي رجحه أبو الخطاف في التمهيد أن نافي الحد مقدم عليه من باب درء الحدود بالشبهة المسألة الثانية عكسها أو تقابلها وهي مسألة إذا تعارض ما يثبت إحنا قلنا الحد والثاني ما يثبت العتق بأن أثبت الحرية في صفة معينة والآخر لم يثبت الحرية فأيهما يقدم مثل قضية من عتق بعضه ومن اعتق بعضه وفقد ورد عندنا حديثان أحد الحديثين يدل على السراية والآخر لا يدل على السراية فيما إذا كان معسرا الذي أعتق البعض فأيهما يقدم فالخلاف فيها مثل الخلاف السابق فيها قولان تقديم ما يدل على العذق والقول الثاني أنه يقدم ما يدل على بقاء الرق وبين هذين القولين قول وسط في المسألتين وهو قول الموفق والقطيع فيما يظهر من كلامهما أنه لا ترجيح لا للإثبات ولا للمفي في المسألتين نعم الخارج يرجح نعم قوله هو الخارج المراد بالخارج أي الخارج عن اللفظ عن السند والمتن والمدلول فما خرج عن هذه الأمور الثلاث فإنها مرجحات خارجية أورد المصنف بعض المرجحات الخارجية وهي كثيرة أولها المجرى على عمومه على المخصص نعم قال المجرى على عمومه على المخصص يعني لو أن دليلين تعارضا فكان أحد الدليلين باق على عمومه والآخر دخله التخصيص إما طرأ عليه التخصيص أو كان من العموم الذي أريد به الخصوص ففي الحالين فإن العام يقدم عليه لأن العام ما لم يدخله التخصيص فإنه يكون أقوى دلالة على أفراده هذا إذا قيل أن هناك عام منباق على عمومه وقد مر معنا في أول كتاب العموم أن بعضا من أهل العلم أو كثير من الأصوليين يقولون لا يوجد عام إلا وقد دخله التخصيص وأنكر هذا الكلام جماعة من المحققين كالشيخ تقيدين وغير نعم بالنسبة للأحكام الشرعية كثير من العمومات دخلها التخصيص لكن لا نطلق ذلك في كل عموم وخاصة في الأخبار فإن الأخبار القول فيها ذلك مشكل نعم والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير نعم قوله والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير بمعنى لو تعارض دليلان أحدهما متلقا بالقبول والثاني جاءه نكير فالمتلقى بالقبول مقدم ومعنى دخله النكير أي من جهتين إما نكير من أحد رواة السند وعلى ذلك فإن من حدث بحديث ثم أنكره نسيانا أو نحو ذلك فإنه ثابت كما تقر عند أهل العلم أن من حدث حديثا ورواه عنه من هو ثقة ثم أنكره فإن هذا لا يقدح في الرواية هذه مرت معنا في الحديث عن السنة وقلت أن جماعة من أهل العلم جمعوا من حدث بحديث ثم نسي كالخطيب والسيوطي فهذا نكير من الراوي نفسه النوع الثاني من النكير النكير من أهل العلم والنكير من أهل العلم قد يكون تارة للإسناد وتارة يكون للمتن ونكارة الإسناد بأن يكون فيه اختلاف مثل أو من أكثر من يتكلم عن نكارة الإسناد وإن لم يصرح بالنكارة لكن يولد الاستشكال فيها أدار قطني في كتاب العلل وأما نكارة المتن فهي كثيرة عند أهل العلم كالإمام أحمد وغير من كبار أهل العلم رحمهم الله تعالى إذن كلام المصنف هنا يقول إن ما دخله النكير يكون مقدما عليه ما اتفق على قبوله ما اتفق على قبوله من مناسبة ذلك أن بعضا من أهل العلم يقول وهذا ما ذكره ابن مفلح في هذا الموضع قال إن ما رواه الشيخان البخاري ومسلم هو داخل في المتلقى بالقبول وبناء على ذلك فرع بعضهم على هذه القاعدة وهذه القرينة أنه إذا تعارض حديثان وكان أحد الحديثين مما رواه الشيخان فإنه مقدم على غيره بناء على هذه القاعدة التي أوردوها ومن جزم بهذه القاعدة من مفلح وغيره وعلى العموم كما ذكرت لكم قبل أن هذه القواعد هي مرجحات ولا يجزم بواحدة منها على سبيل الإطلاق وذلك كثير من الأمثلة قد يقول العلماء بالقاعدة ولا يقولون بالمثال إما لسبب أن هذا المرجح عارضه مرجح آخر أقوى منه أو مرجحات أقوى منه أو لأنهم ينفون التعارض ابتداء لا يرون التعارض بين الدليلين وإنما يقولون أحد الدليلين منسوخ أو أن أحد الدليلين غير مقبول لكونه ضعيفا أو نحو ذلك وعلى قياسه ما قد نكيره وعلى ما كثيره نعم قال وعلى قياسه أي وعلى قياس ما سبق إذا تعارض حديثان ورد عليهما النكارة في أحد الأمور الثلاثة السابقة وكان أحدهما أكثر نكارة من الآخر فإن ما قل نكيره مقدم على ما كثر نكيره نعم وما عضده كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى عقلي نعم يقول وما عضده عموم عموم كتاب أو سنة أو عضده قياس شرعي أو معنى عقلي مقدم على غيره ومثال ذلك هذا يعني يريده العلماء فيما عضده عموم كتاب وسنة ولكنهم مرجحات الضعيفة طبعا هذا جزا به جماعة من أصحاب أحمد منهم القاضي وتلاميذته كابن البنى وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم من أمثلة ذلك هم يقول لما تعارض عندهم مسألة أو الأدلة التي دلت على وجوب الزكاة في الخير فقد تعارض عند بعض أهل العلم دليلان النافي وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة والمثبت وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي لا يؤدي حقها أي حق هذه الأمور فإنه حينئذ يعني رتب عليه بعض العقوبة من المرجحات أن النافي مقدم على المثبت ومن المرجحات أن النافي لوجوب الزكاة وافقه عموم كتاب وسنة ووجه ذلك أن عفوا هذا وافقه قياس وافقه قياس ووجه القياس أن القاعدة عند أهل العلم أن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه هذا هو القياس فوافق عدم وجوبه في الخيل أما مثال ما عضده كتاب أو سنة فهو حديث الحديثان المتعارضان في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاة الفجر فإنه قد ورد أنه أسفر بهما وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه غلّس أنه أسفر بها أي بصلاة الفجر أو بركعتيه وورد عنه أنه غلّس أي صلى في غلس المذهب يقول لا تعارض بين الحديثين لأنه ابتدأ الصلاة في غلس وانتهت صلاة الفجر في إسفر فيقول لا تعارض بين الدليل لكن على القول بالتعارض فإن فقهاء المذهب يقولون يقدموا الصلاة بالغلس لأنها موافقة لعموم الكتاب والسنة في المسارعة إلى الخيرات فإن الأدلة دلت على المسارعة في الخير وبنيت عليه القاعدة أن الأمر للفورية فيصح الاستدلال بالأمر بالفورية على القياس أو المعنى العقلي والاستدلال بعموم الكتاب والسنة كما تقدم قوله أو معنى عقلي كالاستدلال أو الاستقراء ونحوه فإن عضد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان نعم يقول فإن عضد أحدهما أي أحد النصين المتعارضين من الأحاديث لابد أن يكون أحدهما عائد إلى الأحاديث وليس إلى القرآن فإن عضد أحدهما قرآن والآخر أي من الحديث الآخر عضده سنة فروايتان الرواية الأولى أنه يقدم ما عضده القرآن لأنه يكون من باب تنوع الدلالة دل عليه القرآن مرة ودلت عيه السنة مرة والقول الثاني أنه تقدم السنة لأن السنة مبينة للقرآن فإذا جاء دليلاني يدلاني على معنى واحد فإنها تكون مبينا للقرآن وهتان الروايتان نقلهم بن عقيل عن أحمد والحقيقة أنها مفهومة مفهومة من كلام أحمد وقد ذكر بن عقيل أن ظاهر كلام أحمد تقديم الحديثين على الحديث والآية ما دل عليه حديث وآية وما ورد ابتداء على هذه السبب نعم هذه المسألة تحتاج إلى بعض التفصيل قبل أن أبدأ بها عندنا ورود حديثين متعارضين إذا كان أحد الحديثين ورد لسبب والآخر لم يرد لسبب وإنما جاء عاما ومطلقا من غير إراد السبب معه وتعارض الحديثين فأيهما يقدم نقول لها حالتان من باب تحرير محل الخلف أو النزاع الحالة الأولى بخصوص صورة السبب فإن صورة السبب يقدم فيها العام الذي ورد على سبب لأنه مر معنا في العموم أن صورة السبب داخلة في العموم دخولا قطعيا الحالة الثانية أن يكون التعارض في غير صورة السبب فأي العمومين يقدم ذكر المصنف هنا أن ما ورد اتداء أي من غير سبب مقدم على ما ورد لسبب والسبب في ذلك أن ما ورد لسبب يحتمل أن يكون مخصوصا بالسبب الذي ورد به وذلك قدم عليه يعني ذكروا أمثلة مثل من بدل دينه فاقتلوه أنه ورد من غير سبب بخلاف النهي عن قتل المرأة إن ثبت فإنه ورد في الحربية أو حال الحض فحينئذ يقدم عليه نعم والعين بأنه أمس بالمقصود نحو أن تجمع بين الأختين على أو ما ملكت أيمانكم يعني إذا تعارض لفظان عامان وكان أحد هذين اللفظين أمس بالمقصود يعني أقرب عمومه وسياقه للمقصود بالحكم فالمراد أقرب بالمقصود أي باعتبار السياق من الثاني فإنه مقدم على ما ليس كذلك قال المصنف نحو هذا المثال وأن تجمع بين الأختين أي أنه مرجح على دلالة أو ما ملكت أيمانكم هذه الآية لها دلالتان أحيانا تقدم دلالة الآية الأولى باعتبار أحيانا تقدم دلالة الآية الثانية باعتبار آخر أذكر المثال الذي أورده المصنف تقدم دلالة وأن تجمعوا على الأختين على دلالة أو ما ملكت أيمانكم بأن دلالة الأولى وهي قول وأن تجمعوا بين الأختين هي جاءت في سياق الجمع بين الأختين عموما سواء كانت الأختان مملوكتين فجمع بينهما بعقد ملك أو كانت الأختان زوجتان جمع بينهما بعقد زواج فهذه الآية الأولى تدل على العموم أنه لا يجوز الجمع بين أختين لا في عقد زواج ولا في عقد ملك وطئا فيه أما ملك مجرد من غير وط فإنه جائز باتفاق أهل العلم أما دلالة الآية الثانية وهي قول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانكم فإنما اسم وصول بمعنى الذي وهو من صيغ العموم فهي صيغة عموم تبيح للمرء أن يطأ ما ملكت يمينه من الإيمان سواء كن أخوات وطأهن أو لم يطأهن كذلك إذن فتعارض عمومان أو ردهما المصنف أي العمومين يقدم في ذلك قال العلماء يقدم العموم الأول على الثاني وهذا هو مشهور مثال أحمد أنه لا يجوز إذا وطأ رجل أمة أن يطأ أختها لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين لما؟ قالوا لأن العموم الأول جاء في سياق ذكر المحرمات والمقصود بيان التحريم بينما العموم الثاني وهي قوله أو ما ملكت أيمانكم جاء في سياق الامتنان في سياق الامتنان بالمباحات وهو إباحة الوضع وذاك في بيان التحريم فالسياق هناك أنسب للمقصود وما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره عند أصحابنا وأصح روايتين عن إمامنا نعم قوله وما عمل به الخلفاء الراشدون المقصود بهم روايتان قيل المراد بهم الخلفاء الأربع جميعا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيكون مجموع الخلفاء الراشدون الأربعة وقيل إن المراد بالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر فقط وهما قولان في مذهب الإمام أحمد وكلاهما يعني بعضهم قد يدخل في من قال بالثاني فقد قال بالأول جزما قوله على غيره أي على غيره مما لم يعملوا به قوله عند أصحابنا هذا الذي عليه عامة أصحاب إمام أحمد بل يكاد تطبيقاتهم فيها كثيرة جدا في الترجيح بما عمل به الخلفاء الراشدون قال وأصح الروايتين عن أحمد لأن أحمد نقل عنه رواية منصوصة في الترجيح بما عمل به الخلفاء الراشدون ونقل عنه ما قد يوهم أنه لا يرجح بذلك فأما النقل عنه بأن ما عمل به الخلفاء الراشدون يكون هو المقدم فإن الإمام أحمد نص كما قال ابن عقيل في مواضع عدة على ذلك ومن ذلك أنه قال إن حديث الوضوء مما مست النار لم يعمل به أو نحن ما قال أحمد لم يعمل به أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فلا تركنا العمل به فدل على أنه باب الترجيح وإن كان يحمل عندهم على النسخ لكن فيحمل عندهم باب الترجيح لو قلنا إن هذا باب الترجيح فرجح أحمد بذلك القول الثاني حكي عن أحمد ما قد يدل على ذلك ما قد يدل على ذلك نقله أبو البركات ترجيح الحنابلة بعمل الخلفاء الراشدين كثير جدا كثير جدا ولكنهم يقولون أوردوا قاعدة أخرى يقولون ما عمل به الخلفاء الراشدون من الدليلين العامين يدل على أن الدليل الآخر منسخ فيرون أنهم باب النسخ من أشهر الأمثلة عندهم في ذلك مسألة المزارعة ونحوها كالمساقات والمغارسة لما تعارض فيها حديثان إن قلنا إن الحديثين صحيحان فإنهم يقولون إن الخلفاء الأربعة قد عملوا بها في خيبر وما بعدها فدل ذلك على أن ما اختاروه من الأحاديث المتعارضة هو المقدم وهو المرجح كذلك ما جاء في تعارض الأحاديث في مسألة تخيير الصبي هل يخير أم لا إذا اختلفت الأحاديث فإنه يرجع إلى خلاف الصحابة رضوان الله أو إلى عمل الصحابة رضوان الله عليهم نعم وأما القرعة فإنها لم يعمل بها أحد من الصحابة في التخيير في الحضانة نعم ويرجح بقول أهل المدينة عند أحمد وبالخطاب غيرهما نعم هذه المسألة لعمل أهل المدينة مر معنا أن عمل أهل المدينة له مسألتان حجية عمل أهل المدينة والمعتمد أن عمل أهل المدينة ليس بحجة الأمر الثاني الترجيح بعمل أهل المدينة والمعتمد الترجيح بعمل أهل المدينة إذن عندنا فرق بين الحجية والعمل الحجية والترجيح عفوا فعمل أهل المدينة ليس حجة على سبيل انفراد وإنما عند التعارض يرجح به أو يقوى به جانب أحد الدليلين فيكون من الأدلة الاستناسية وهذا هو منصوص أحمد وذلك قال المصنف عند أحمد أي أن أحمد قد نص عليه نص عليه في أكثر من مسألة من ذلك ما نقله أبوكر عبد العزيز في زاد المسافر أن أحمد قال في رواية أحمد بن القاسم إذا رووا أهل المدينة قوله إذا رووا هذه لغة أكلون البراغيث إذا رووا أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو أصلح ما يكون فهذا طبعا أكلون البراغيث قالها هي لغة ربيعة أفضل نسبوها لربيعة لم أكن واهما وأحمد من ربيعة فأخذ لغة قومه فالمقصود أن أحمد نص على أن ما عمل به أهل المدينة يكون مرجحا قوله أبي الخطاب أي أن أبا الخطاب جزم به وغير أبي الخطاب فممن جزم به الشيخ تقييدين وانتصر له في أكثر من موضع بل ألف رسالة تدل على ذلك وممن استظهر هذا القول قال وهو الظاهر الطوفي كذلك بخلاف القول الثاني الذي سيأتي إن شاء الله بعد قريب خلافا خلافا للقاضي وابن عقيل نعم أما القاضي أبو يعلى في العدة وابن عقيل في الواضح ووافقهم جماعة كالمجد بن تيمية وغيرهم فإنهم ذهبوا إلى أن والفخر أيضا اسماعيل كلهم ذهبوا إلى أن عمل أهل المدينة لا أثر له فجعلوا الترجيح بعمل أهل المدينة كالقول بحجيته فكل ما دل على نفي الحجية يدل على نفي الترجيح والصواب التفريق بين الترجيح والحجية فكأنهم رأوا أن هناك تلازما بين الحجية والترجيح وليس كذلك وليس كذلك نعم فضل ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبل ظهر البدع نعم قوله ورجح الحنفية هذا قول من سبب للحنفية نقله القاضي أبو يعلى عن الجرجاني والحقيقة أن الذي رجح بقول الحنفية هو بعض الحنفية وقد وجدت نصا واحدا في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن رجح بعمل أهل الكوفة فإنه لما تكلم في مسألة بيع المدبر روى هو بإسناده حديثين ورأى أن هذين الحديثين متعارضان فنقل حديث أبي جعفر أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما باع خدمة المدبر ولم يبع رقبته فدل على أنه لا يباع المدبر وجاء أن رجلا دبر عبده فاحتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تصحيح للبيع فرأى أنهما متعارضان إن ثبت الحديث الأول طبعا ثم إن محمد بن حسن قال ما نصه في كتاب الأصل فلما اختلفوا في الرواية عنه أي عنه صلى الله عليه وسلم أخذنا بمجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع كلمة محمد بن حسن هذه الحقيقة أن بعض الناس فهم أنه يرى أن عمل أهل الكوفة حجة ومر معنا وبعض الناس فهم من هذا الكلام أن عمل أهل الكوفة مرجح وهذا هو ظاهر السياق محمد بن حسن فإن محمد بن حسن أجل من أن يرى أن عمل أهل الكوفة حجة فليس لهم استدلال إلا أن يقول الفقه من أهل الكوفة وهم قل نعم كان القرى كثار لكنهم ليسوا فقهاء وإنما الفقه هم أصحاب بن مسعود رضي الله عنه وعن باقي الصحابة جميعا نعم وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي أو غيره من جوه الترجحات على غيره من الاحتمالات نعم يقول وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي هذا مثال من أمثلة الترجيح بما عضدهم الاحتمالات فقد يكون الحديث حديثان متعارضان فيأتي راوي أحد الحديثين فيفسره مثل ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه لما جاء في مدلول الحديث ففسر الحديث بأحد المعنيين فنقدم تفسيره على تفسير غيره وذلك أن التعارض أحيانا يكون بين نصين وقد يكون أحيانا بين فهمين لنص واحد فنقدم حينئذ قول الصحابي وقد مر معنا في السنة أن الصحابية رضي الله عنه إذا حمل اللفظ على أحد محمليه فإنه يعمل بتفسيره وحمله على ذلك المحمل ثم ذكر المصنف قال أو غيره من وجوه الترجيحات وجوه الترجيحات كثيرة جدا وذكرت لك أن عامة أهل العلم إذا أوردوا الترجيحات يقول إنها لا يمكن حصرها أو يشيرون لمعنى يدلوا على هذا الشيء وهو أن حصرها مما يشق أو يصعب نعم والقياسي نعم قوله والقياسي يعني إذا تعارضت الأدلة القياسية بعضها مع بعض نعم إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة العاضدة نعم يقول المصنف إن المرجحات تارة تكون من جهة الأصل أي الأصل المقيس عليه وتارة من جهة العلة أي العلة الجامعة بين الأصل والفرع وتارة يكون من جهة القارينة العاضدة أي قارينة خارجة عن الأصل وعن العلة وهناك قاعدة أوردها العلماء ذكرها الموفق ومن تبع الموفق ونسبها الموفق لأصحاب أحمد قال أصحابنا ترجح العلة بما يرجح به الخبر فكل المرجحات السابقة في الخبر يمكن تنزيلها على هذه المرجحات ولذا فإن بعض المرجحات التي أوردها المصنف بعضها سابق ذكرها وبعضها أشار إلى أنها شبيهة بما سبق ولم يذكرها هناك وسيأتي إن شاء الله قال المصنف أما الأول المراد بالأول أي المرجحات التي تكون بين الأصل معنى ذلك أن يكون هناك قياسان ومدلول القياسين متعارض فنرجح بين القياسين باعتبار المقيس عليه الأول والمقيس عليه الثاني فننظر للأصل وقد مر معنا في كتاب القياس أن لفظة الأصل أحياناً يقصد بها الحكم وأحياناً يقصد بها عين الأصل وهنا في الغالب أنه يقصد به حكم الأصل فإذا أطلق الأصل فمراد به حكم الأصل فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص نعم يقول أن الأصل إذا كان حكمه قد ثبت بالإجماع المتفق عليه فإنه يكون مقدم على ما تكون دلالته النص فقط مع وجود الخلاف لأن قوله مع الثابت بالنص أي مع وجود الخلاف فمن باب أو لا فمن باب أو لا إذا كان الثبوت بغير النص وقد يعني يثبت بالإجماع وقد يكون بالنص وقد يكون بغير النص وهو قول الصحابي وإن كان دخل في النص بعمومه وقد يكون من باب القياس فيكون داخل في المسألة المشهورة القياس على القياس وقد سبق معنا تفصيلها والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على ثابت بأحدها يعني لو كان دليل حكم الأصل ثبت بأحد السنة أو ثبت بتواترها أو بالقرآن فما ثبت بالتواتر والقرآن مقدم لأنه أقوى وهذه واضحة وبمطلق النص على الثابت بالقياس نعم قوله بمطلق النص أي حكم الأصل الذي ثبت بمطلق النص سواء كان النص قرآنا أو كان القرآن النص سنة متواترة أو سنة أحد أو كان النص قول صحابي فما ثبت بمطلق النص فإنه مقدم على الثابت بالقياس طبعا محل ذلك إذا قلنا إنه يجوز القياس على ما ثبت بالقياس وأما إذا قلنا إنه لا يصح القياس على ما ثبت بالقياس فلا يجري هذا المرجح لأن القياس الأول يكون باطل القياس طبعا القياس باطل وذاك صحيح نعم والمقيس على أصول أكثر على غيره لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول نعم هذه المسألة التي تكلم عنها العلماء أوردها الموفق وذكرها أيضا القاضي وغيرهم يقول لو أن قياسا أو لأن قياسين تعارضا وكان أحد القياسين قد بني على أصول متعددة سواء كانت الأصول التي قيست عليه ورد بها النص فأن يكون الأصل قد ورد على أصول يعني قيس على أصول متعددة ثابتة أو كان الأصل شبه من باب الشبه فهو مشبه بكذا وكذا وكذا إذا كان القياس قياس شبه فإنه مقدم على غيره أي الذي قيس على أصل واحد فقط قوله لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول قال لأن كثرة الأصول لو أن كل قياس من هذه القياسات المفردة فإنه يدل على حكم على سبيل الانفراد فيدل على غلبة أقوى مما لو كان على قياس واحد قال خلافا للجويني الجويني انتصر لهذا القول في كتابيه التلخيص ونسب هذا القول للقاضي والجويني إذا أطلق القاضي في كتاب التلخيص فيقصد به الباق اللاني لأن التلخيص في الأصل أخذه من الباق اللاني أو ابن الباق اللاني يصح يسمى الباق اللاني يسمى ابن الباق اللاني لا مانع ولكنه زاد عليه وحتى قيل إن التلخيص من أحسن كتب إمام الحرمين الجويني هذا واحد وأيضا نبه عليه في البرهان ولكنه جعل له قيدا نعم والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص نعم هذا مثل السابق فإننا قد قدمنا العموم الذي لم يخص على العام الذي مخصوص أما في مسألة القياس فإن هذه المسألة مبنية على تخصيص العلة تخصيص العلة نعم وأما الثاني فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها نعم قوله وأما الثاني أي الترجيح بين الأقيسة باعتبار الأمور الراجعة للعلة الجامعة بين الأصل والفرق والترجيح بين العلل بس أريد أن ننتبه تارة يكون الأصل واحدا ولكن القياس على ذلك الأصل على علتين مختلفتين فينتج حكما مختلفا في النفي والإثبات وتارة تكون العلل مختلفة لأصلين مختلفين فنستشعر ذلك عندما نتكلم عن المرجحات بين العلل فتقدم العلة المجمع عليها على العلة على غيرها مر معنا في مسالك العلة أن مسالك العلة إما نقلية وإما مسالك عقلية وأن المسالك النقلية أقواها الإجماع ثم بعد الإجماع النص ثم بعد النص يأتي الإيماء فبهذا الترتيب ما دل عليه الإجماع مقدم ثم ما دل عليه النص ثم ما دل عليه الإيماء هذا باعتبار المسالك العقلية وأما المسالك النقلية فسيأتي ترتيبها إذن فقوله على غيرها أي على غيرها من المسالك التي ثبتت بها العلة النقلية والعقلية عموما لأنها المقدم والمنصوصة على المستنبطة نعم والمنصوصة وإن كان المجمعة عليها مقدم عليها لكنها مقدمة على سائر المستنبطات والمستنبطة مر معنا أنها يكون استنباط بالدوران أو بالسبر والتقسيم أو بالمناسبة وغير ذلك أو بالطرد المحض عندما يرى الطرد المعض وهل العكس شرط أملى وغير ذلك والثابتة وعليتها تواترا على ثابتة عليتها أحدا نعم يقول إذا كان ثبوت العلة بالنص وكان هذا النص متواتر إما في القرآن أو في السنة فإنه مقدم على العلة التي ثبتت بنص أحد والمناسبة على غيرها نعم قوله والمناسبة على غيرها قوله المناسبة تشمل علتين تشمل العلة المنصوصة والعلة المستنبطة لأنه مر معنا أن العلة المنصوص عليها لا يلزم فيها أن تكون مناسبة لا يلزم وبناء على ذلك فإننا عندما نقول المناسبة على غيرها أي على غير المناسبة سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة ولكن لا شك أن وجود المناسبة وهي الحكمة التي يشرع لأجه الحكم تجعل العلة أقوى لأنه من معهود الشارع أنه ما شرع حكم إلا لمناسبة نعم والناقلة على المقررة مثل ما تقدم معنا أن الحكم الناقل مقدم على الحكم المقرر فكذلك هنا فإن الناقلة العلة التي تنقل الحكم عن أصله تكون مدلولها ونتيجتها ذلك مقدم على غيرها والحاضرة على المبيحة نعم وكذلك الحاضرة على المبيحة مثل ما ذكرناه تماما وذلك قلت لكم إن الموفق ومن تبعه قالوا إن العلل أو عفوا إن المعاني التي يرجح بها بين الأخبار مثلها يرجح بها بين العلل نعم ومسقطة الحد وموجيبة العتق نعم هذه تقدمت أيضا والخلاف فيها مثل ما تقدم تماما والأخب حكما على خلاف فيه كالخبر نعم هذه مسألة في ما يتعلق لو كانت إحدى العلتين تنتج حكما أشد والثانية تنتج حكما أخف فأيهما يقدم قال المصنف على الخلاف كالخبر لم يذكر الخلاف هناك في الخبر وذلك قلت لكم هنا ذكر أشياء لم يذكرها في الخبر وهناك أشياء ذكرها في الخبر لم يذكرها هنا وهناك أشياء وردها في الأمرين العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الخلاف فيهما سوى كما هو ظاهر كما مصنف حينما قال كالخبر فأيهما يقدم ما يثبت الأخف أم ما يثبت الأشد هنا ذكر المصنف أنه يقدم ما يثبت الأخف وذلك لأن الشريعة شريعة سمحة كما قال الله صلى الله عليه وسلم بعثته بالشريعة السمحة وقد ذكر الموفق رحمه الله تعالى أن بعضا من الأصوليين يرجحوا بالعلة المنتجة للحكم الأشد ثم قال الموفق إن كلا الترجحين ضعيف فلا يرجحوا بالأشد ولا يرجحوا بالأخف وكذلك الخبر إذا كان منتجا لحكم أخف أو أشد لا ننظر له وإنما الاعتبار باعتبار النقل عن الأصل مثل الوجوب والتحريم والوصفية للاتفاق عليها على الاسمية نعم لو كان هناك قياسان متعارضان أي مدلول القياسين متعارض وكان أحد القياسين علته وصف هذا معناه الوصفية يعني أن العلة وصفية والثاني علته اسم والاسم كما مر معنا إما مشتق أو جامد فإن القياس الذي تكون علته وصفية مقدم على القياس الذي تكون علته اسمية لأنه مر معنا أيضا هناك أنه اتفق القائسون على أنه يجوز التعليل بالوصف وهل يجوز التعليل بالاسم وهل يجوز التعليل بالحكم فيه خلاف التعليل بالحكم الشرعي وبالاسم سواء جامدا أو مشتق الاسم فيه خلاف فهنا قدم الوصفية لأنها هي الأصل هي الأصل وطبعا الأسماء الذين يقولون بصحتها يقول إن الاسم إذا كان مشتقا ففيه معنى الوصف مثل خمر لأنها خمر والخمر فيه معنى المخامرة العقل وذهاب وأما إذا كانت غير مشتقة بأن كانت اسم جامدا فإنه معنى ذلك أن العلة قاصرة غير متعدية فأرجعوها في الحقيقة للوصفية فأرجعوها للوصفية وستعود أيضا معنا في مسألة التعدي وكون العلة متعدية أو قاصرة وستأتي بعد قليل نعم والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه على غيره كقياس الحج على الدين والقبلة على المضمضة نعم يقول المصنف لو أن قياسان اختلف مدلولهما وكان أحد القياسين علته ترجع إلى أمر قاس الشرع عليه والثانية ليست كذلك وإنما هي على خلافه في غير هذا الحكم فيقدم العلة المردودة إلى أصل قاس الشرع عليه مثل له المصنف بمثالين المثال الأول قال كقياس الحج على الدين معنى ذلك أن في مسألة هل الحج يسقط بالموت أم لا لأهل العلم قولا أحد هذين القولين أن الحج لا يسقط بالموت قياسا على الدين فإن من عليه دين إذا مات وجب عليه الوفاء فنقول فإن هذا القياس مبني على أصل اعتبره الشرع وهو أن الدين لا يسقط شوف كيف لا يسقط وهو أن الحج عفوا أن الحج دين فإن الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة الخثعمية أرأيت إن كان على أبيك دين فألحق الشرع بأصل وهو الدين كذلك ينبني على مثل هذا القياس قبل أن ننتقل للقياس الثاني المعارض له ينتبه عن قضية العجز أنا نقول إن العاجز ببدنه يجب عليه أن يحج بماله ما السبب قالوا كدين فإن من عجز ببدنه عن الوفاء وجب عليه الوفاء من ماله ومؤنة الرد فيكون كذلك يعارف هذا قياس آخر وهو أن نقول إن الحج يسقط بالوفاء قياسا على الصلاة لأن الصلاة والحج عبادات والعبادات تسقط بالوفاء لأنها متعلقة بالآدمي نفسه ولا يقوم آدمي عن آخر في العبادات البدنية فيغلى فيه معنى البدنية فنقول له الأول أقرب لأن رسول سلم ألحق الحج بالدين وذلك يعلّ الفقه فيقولون الحج عبادة بدنية ومالية والمغلب فيها المالية المغلب فيها المالية لأجل ذلك مثله أيضا النذر العلماء رحمه الله تعالى يقولون النذر عبادة بدنية ومالية معا ومغلب فيه المالية من أين ليقول إنما يستخرج النذر من مال البخيل فجعله مال فغلب فيه المالية وبنان على ذلك فإن من مات وعليه نذر صامعا هو وليه من مات وعليه صوم صامعا هو وليه قال أبو داود وأحمد هو في النذر خاصة لأن النذر معلّ يعني غلب فيه المالية لمعنى ذكرت لكم قبل قريب نعم قال والقبلة عن المضمضة يعني هل القبلة مفسدة للصيام أم لا من أهل العلم من قال إنها ليست بمفسدة قياسا على المضمضة لأنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه أرأيت لو تمضمضت فمن باب القياس فلا يكون مفسدا ومن أهل العلم من قال إنه مفسد لأنه من المباشرة مقدمة الوطن نعم والمضطردة على غيرها إن قيل بصحتها نعم قال والمضطردة على غيرها أي العلة المضطردة على غير المضطردة إن قيل بصحة غير المضطردة بناء على اشتراط الاضطراد ومر معنا أن المذهب المعتمد عدم اشتراط الاضطراد أن الاضطراد ليس بشرط لأنه يجوز تخصيص العلة ويجوز الاستثناء منها فحينئذ لا يشترط الاضطراد وقلت لكم كانت تذكر باب استرجاع أن الاضطراد أن العلة النوعان العلة التامة فهذه اشترطوا اضطرادها والعلة غير التامة هي التي لا يشترطوا اضطرادها وعدم الاضطراد إما يكون لتخلف شرط أو لفوات مانع هذا ملخص الكلام في قضية اضطراد وعدمه تقيل المذهب وهو الذي قرره الشيخ أبو العباس تقييدين عليها رحمة الله طبعا إن لم نقل بصحتها فلا تعارض حينئذن ما يكون هناك تعارض بين المضطردة وغيرها لأنها ليست بحجة غير المضطردة القياس الذي يكون بعلة غير مضطردة والمنعكسة على غيرها أن يشتغط العكس نعم قوله والمنعكسة على غيرها بس تحتاج فك العبارة العلة قد تكون منعكسة توجد بالوجود وتنعدم بالعدم وقد تكون غير منعكسة وتكلمت أيضا بالعكس في الاعتراضات على القياس هل العكس شرط في العلة الشرعية أم ليس شرطا وذكر المصنف أنها ليس شرط طيب قوله المنعكسة على غيرها يعني أن القياس الذي تكون فيه علتها منعكسة راجحة على القياس الذي تكون علته غير منعكسة هذا إن اشترط العكس في العلة وأما إن لم يشترط العكس فلا ترجح شف ركز معي إذا لم يشترط العكس فلا ترجح القياس الذي تكون علته منعكسة على القياس الذي تكون علته غير منعكسة بل يكون القياسان مستويين لأننا نقول لا فرق بين المنعكسة وغير المنعكسة لم نقل ذلك في الطرد لأن هناك قلنا إذا اشترطنا الطرد يقول هو شرط للصحة هنا الذي يقول لا يشترط العكس فيقول هي صحيحة منعكسة وغير منعكسة هناك يقول غير مطالدة غير صحيحة فالفرق بين الجملة هذه وتلك واضح جدا هنا قلنا إن اشترط عدم الاضطراد هنا قلنا إن اشترط الانعكاس أو العكس ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني والقاصرة والمتعدية نعم العلل نوعا قاصرة لا تتعدى حكم أصلها ومتعدية يقاس عليها غيرها أظهر مثال القاصرة وأدق مثال التعبير بالثمانية لو تعارض عندنا علتان يعني هل يقاس على الذهب والفضة غيرهم مثل أوراق النقدية هناك قياسان متعارضان أحد القياسين يقول إنه لا يقاس عليهم غيرهما لأن العلة الثمانية وهي قاصرة ومنهم من يقول لا بل يقاس عليهم إما بالوزن علة الوزن فيقاس عليهم كل موزون أو مطلق الثمانية يعني إذا وجد الثمانية في أي بلد فيكون كذلك فإذا تعارضت العلتان أيهما تقدم أو القياسان الذي فيه علتان مختلفتان فأيهما يقدم ذكر المصنف أن فيها ثلاثة أقوال إنه قال في ثالث وواضح من جملة المصنف ترتيب الأقوال فالقول الأول أن العلة القاصرة هي المقدمة وهذا القول نسبه الموفق لقوم وسكت والقول الثاني تقديم المتعدية وهذا قدمه واختاره جماعة من كبار أصحاب أحمد كالقاضي أبي يعلى وبالخطاب وبالعقيل والموفق والقطيعي وغيرهم والقول الثالث التسوية بينهما وهذا اختيار الفخر اسماعيل في كتاب الجدل والطوفي وعبارة المصنف هذه القاصرة والمتعدية السيان في الثالث يسميها أهل العلم إطلاق الخلاف لأنه لم يرجح لا بالسياق ولا بالتصريح أي الأقوال هو المرجح والمعتمد ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي والإتبات عند قوم نعم هذه مسألة وليست مسألة واحدة الأولى تقديم الحكم الشرعي على الوصف الحسي بمعنى إذا تعارض قياسان ولكل واحد من القياسين علة مختلفة عن القياس الآخر لكن الجامع في أحد القياسين حكم شرعي كالإباحة والتحريم ونحو ذلك ما مر معنا ذكره وأما الثاني ففيه وصف حسي وليس وصفا شرعيا وإنما هو وصف حسي فذكر المصنف قولين القول الأول أنه يقدم الوصف الحسي على الحكم الشرعي وسيأتي القول الثاني والمسألة الثانية عشان نعرف الجملة إذا تعارض قياسان بعلتين مختلفتين والعلة في أحدهما الجامعة حكم سلبي هو قول مصنف اليقيني فقول اليقين يعني سلبي لأن اليقين الانتفاء لا ينسب شيء قبل ذلك هذا هو اليقيني والثاني حكم إيجابي أو إثباتي فذكر المصنف هنا أنه يقدم الحكم اليقيني أي السلبي على الحكم الإثباتي أو الثبوتي هذا هو القول الأول في هذه المسألة وهذا القول جزم به الطوفي ونسبه هو لبعض الأصوريين وذكر الطوفي أن هذا القول هو قول أبي الخطط هو قول أبي الخطط وذكر أيضا الطوفي كذلك أن قول القاضي أبي على عكس ذلك وهو أنه يقدم الحس على الحكم الشرعي ولم يتناول قضية الإثباتي واليقيني وقيل الحق التسوية هذا القول الثالث في المسألة وهو قال وقيل الحق التسوية هذا القول الثالث وهو أنه لا فرق بين القياسين إذا كان الجامع في أحدهما حكم شرعي وفي الثاني وصف حسي أو كان الجامع في أحدهما حكم سلبي وفي الآخر حكم ثبوتي وهذا القول هو ظاهر كلام الموفق ابن قدامة والمؤثر على الملائم بدأت كلام المصنف عن نوع من أنواع العلل التي تثبت بالمناسبة التي تثبت بالمناسبة فإن من مسالك العلل المناسبة والمناسبة التي هي الحكمة يكون كشفها بأحد طرق ثلاث بالمؤثر والملائم والغريب وكان من الأنسب أن يذكر معنا هذه المعاني الثلاث عندما نتكلم عن مسالك العلل هناك ربما أشرت نسيت أذكرتها أم لا ولكن ربما أشرت إلى هذه إشارة هناك في ذلك المحل وعلى العموم فإن من مسالك إثبات المناسبة هذه الأمور الثلاثة المؤثر والملائم والغريب وقد أطلت عليكم في الدرس لكن يعني محلها هناك لأن شرحها تأخذ وقت في الحقيقة وذلك قال المسنف أن المؤثر لأنه أقوى الدلائل في الإثبات المناسبة مقدم على ما ثبت بالملائم وما ثبت بالملائم مقدم على ما ثبت بالغريب والملائم على الغريب والمناسب على الشبهي والمناسب على الشبهي يعني ما كان قياس فيه معنى المناسب مقدم على قياس الشبه لا شك لأنه ضعيف وتفاصيل الترجيح كثيرة نعم وتفاصيل الترجيح كثيرة جدا جدا لا أقول إنه لا يمكن حصرها ولكن نقول يشق حصرها وذلك أحيانا بعضها قد يكون بينها تداخل مثل ما ذكرت لكم فيما سمح به الوقت فيما يتعلق بذلك وذلك هناك ترجيحات كثيرة جدا أوردها العلماء فالضابط فيه أي في المرجحات أنه ما تقترن بأحد الطرفين أمر نقلي قوله بأحد الطرفين سواء كان أحد الطرفين أي مرد الطرفين أي الدليلين أو الطريقين سواء كان نقليا أو كان عقليا وهو الدليل القياسي بشرط أن يكون الطرفين متعارضين بشرط أن يكون متعارضين قال أمر نقلي أي اقترن به قرينة نقلية قد تكون آية أو سنة أو قول صحابي وقد يكون ليس حجة وقد يكون حجة مثال ذلك أن العلماء تكلموا عن قضية الحديث المرسل فقالوا إنه على القول بأن الحديث المرسل ليس بحجة فإنه يكون مرجحا كذلك الحديث الضعيف ذكروا أن من أصول أحمد أن الحديث الضعيف ليس بحجة ولا يستدل به طبعا الحديث الضعيف من المشترك اللفظي تارث أن يكون حجة وتارث أن لا يكون حجة وقد بيّن ذلك الشيخ تقي الدين أن أحمد حيث عمل بالحديث الضعيف وجعله حجة محله ما يطلق عليه المتأخرون بالحديث الحسن وأما الحديث الضعيف بمعناه المطلق فليس بحجة ولا يستدلل به ابتداء لكن هذا الضعيف بالمعنى الثاني يكون مرجحا في بعض الأحيان عند التعارض نعم وهذا معنى قوله أمر نقلي يعني سواء يقوى بانفراده لإثبات الحكم أو لا قال أو استلاحي استلاحي يعني يشمل الأعراء العرف والاستصحاب وغير ذلك من الأمور التي أوردها العلماء قال عام أو خاص أي سواء كان ذلك الأمر النقلي أو الاستلاحي عام أو خاص لا فرق نعم قال أو قرينة عقلية أو لفظية ليست من الأمور النقلية أو الاستلاحية عند الفقهاء بأن كانت قرينة عقلية من القرآن العقلية وهي كثيرة جدا أوردوها أو لفظية والقرينة اللفظية يعني قد تكون متعلقة باللغة أو حالية أي أن القرينة حالية في حال الكلام وأفاد ذلك أي مقترم به من القراءة زيادة ظن أي زيادة ظن بترجيح أحد الطريقين أو الطرفين الحكم رجح به وهذا الضابط ضابط شامل يدخل فيه أشياء كثيرة وقد يفتح الله عز وجل على بعض أهل العلم من المرجحات ما ليس لغيره ويمكن استخراج كثير من هذه المرجحات من كتب الاستدلال الثقهي فإن فيها الكثير من المرجحات وإن كان طريقة أصحاب أحمد أنهم يقولون وإن سلم التعارض وإن قيل بالتعارض فالترجيحوا بكذا فيجعلونه على سبيل الفرض ولا يجعلونه على سبيل الحقيقة وهذه طريقة أهل الحديث يجب أن ننتبه لها وذلك فإن عنايتهم بالمرجحات أقل من عناية غيرهم من أهل العلم وقد حصل بهذا بيان رجحان من جهة القرائن نعم قوله وقد حصل بهذا أي بهذا الضابط الذي أورده بيان رجحان من جهة القرائن لماذا قال هذا الشيء؟ لأنه قال إن الترجيح دليل القياسي إما من جهة الأصل وإما من جهة العلة وإما من جهة القرائن من جهة الأصل أورد عدد من الأمور ومن جهة العلة أورد عدد من الأمور وأما القرائن فسكت ولم يذكر شيء فأراد أن يقول أختصر عليك الطريقة قراء كثيرة جدا بعض القراء قوي بعضها ضعيف على سبيل مثال من الأمور النقلية أنهم يقولون إن علو الإسناد مرجح وبناء على ذلك فالحديث الذي يرويه أهل العلم بإسناد عالي مثلا بخاري له حديث على ثلاثيات مثلا مقدمة على ما رواه بالرباعيات أو بالخماسيات ثلاثيات طبعا ثلاثيات البخاري جمعها جماعة من أهل العلم كثير جدا وشرحت ثلاثيات أحمد مقدم على رواهياته وهكذا فهذه القواعد يعني كثيرة جدا ثم قال المصنف آخر شيء والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم طبعا من النكة أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى أورد في بعض كتبه إسنادا أن أهل العلم أو بعض السلف رحمه الله تعالى نسيت من هو الآن كان يقول إذا أنهيت الحديث فسلم فإنه عبادة وكان بعض المشايخ نعني رحمة الله حضر عنده في الحرب كان يقول يجب عنده ويندب عنده ختم الكتاب أن يدعو المرء لأنه أنهيت عبادة بإنهائك علما كاملا فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهدى وأن يغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات وأسأله جل وعلا أن يغنينا بكتابه وأن يفقهنا في دينه وأسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إيمانا مهودا وتوقا وصلاحا وبر وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يغفر لوالدين وأن يرحمهما وأن يجزيهما خيرا ما جزى والدا عن ولده وأسأله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي وقد وعدت الإخوة أني أجيزهم في نهاية هذا الدرس وقبل أن أذكر الإجازة وتوزيعها للإخوة الزملاء أعطيكم فائدة في الإجازة لكي ننتبه لقضية السند أهل العلم يقولون أن السند يكون للعالم ويكون للكتاب فأما السند للكتاب فليس لك أن تؤلف سندا من عندك وإنما لك طريقا إما أن تبحث عن الأسانيد الموجودة في نسخ الكتاب الخطية في الغالب والسماعات التي عليه ثم تصل سندك بهذه السماعات إذا كان الكتاب سماعات أو أن تبحث في الأثبت إذا كان هناك أثبت أوردة الكتاب النوع الثاني السند للمؤلف فرق بين الثنتين قد يكون المؤلف قد أجاز لكن بغير الكتاب وهذا الكتاب لا يوجد بالنسبة لكتابنا هذا بحثته لم أجد له سندا في الأثبات وهي أثبات قليلة عند المتأخرين المتعلقة بكتب الفقه والأصول لم أجد له سندا على سبيل الانفراد وإنما للمؤلف سند الاتصال بالمؤلف موجود ولكن الاتصال بالكتاب غير موجود فلا يجوز لي أن أؤلف سند للكتاب ويحرم ذلك لأن هذا من الكذب حتى الكذب في السند والناس يتساهلون من قرون ثلاثة أو قرنين ماضيين يتساهلون في تركيب الأساند تساهل كبير جدا وذلك كثير من الأثبات المتأخرة ليست بحجة ما لم تتصل بالأثبات القديمة وقد ذكر بعض المحققين وهي الشيخ ولي الله الدهلوي أن الأثبات الأخيرة كلها ترجع إلى ثلاثة أثبات أو أربعة وقال وكلها ترجع لأثبات المصريين طبعا ما قال المصريين قال المصارية وهو جمع صحيح من الجمع أن يقال المصارية فالأثبات كلها ترجع إلى أثبات ثلاثة وأربعة منهم أثبات بالحافظ والحجر وأثبات جماعة في وقته فترجع لهم الأثبات وغير ذلك من قبل ذلك لا يرجع لهم ثبات باستقراء ولي الله الدهلوي المقصود من هذا أن أنا أجيز الحاضرين جميعا وكل من حصل على إجازة وكتب اسمه بكل إسناد لي إلى المصنف وأما الكتاب فلا أدري وأما سنيد المؤلفة هي موجودة لأنه وجدت في بعض الكتب أسانيد له يروي عن شيخه الحافظ أبو الفرج إبو الرجب رحمه الله تعالى وهذه الأسانيد لا تغني ولا تسمن من جوع إنما العلم ما حواه الصدر وليس علما ما حوى القيمطر وإنما هي تشبه بأهل العلم لا تدل على ذكاء ولا ذكاء ولا فهم ولا حفظ وإنما تشبه بطريقة أهل العلم فحسب فأسر الله عز وجل أن يجعلنا من أهل العلم وأن يحشرنا في زمرة العلم وأن يغفر الوالدين وصلى الله وسلم وبركة عن نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر